السلام عليكم ازايكم لما تيجي تبص على سعودية حاليا تحت امارة الملك سلمان هو علي العادة السعودي الامير محمد بن سلمان حتلاقي سعودية بتحاول تتقدم بشكل كبير جدا يعني في الرياضة حتلاقي ان سعودية جابت ابرز الاسماء وعاوزت جيب اسماء اخرى زي مثلا الاسن اللي بيلعب في ليفر بول زي بيكارينه مع محمد صلاح فسعودية بتتوسع بشكل كبير اوي في الرياضة ايس بقى على مجال الرياضة ده ايس على عدد المشاريع الاخرى في المجال الاقتصادي في الاستثمارات في السياحة وفي المجال العسكري حقيقة بمناسبة المجال العسكري هتلاقي ان في مقاتلة من الجيل السادس شغال عليها ايطاليا وبريطانيا واليابان كانوا بيتكاليهم مع السويد ان هما عاوزين السويد تخش معاهم في المشروع ده ان هما بينتجوا مقاتلة جيل سادس اسمها تيمبست تيمبست الترجمة بتاعتها كده من الدماجة يعني العصفة فهي مقاتلة العصفة ايه ماشي فالثلاث دول ده شغالين عم مشروع ومشروع وصل لمرحلته التانية ماشي خلاص كده فجأوا ان هما بدل ما هما مهتمين ان السويد تخش معاهم مش ريكت جريبتونت تخش معاهم فجأوا بان السعودية بتقولهم انا عاوز اخش في المشروع ده مقاتلة من الجيل السادس انا عاوز اخش معاكم وابقى من تيمبست تيم او فريق صناعة المقاتلة تيمبست عاوز اقولك ان التلاث دول صدموا ليه لان محدش في يوم هو اللي راح كلم للسعودية خالص ولا حد فتح كلاما عالسعودية اصل الاكتر من كده ان هما ماردوش عالسعودية لحد دلوقتي اه ولا لأ تيجي معاين هتخش في برنامج تيمبست او تيمبستين ولا مش هينفع تخشي تيمبستين الموقف غامض تاعدوها للتلاتة بس الصدمة واضحة عالتلاتة هتقول لي انت عرفت منين وانت بتستخدم كلمات مبالغ فيها شوية ومنين عرفت انها صدمة والكلام ده كله اقولك ان فيه كاتب نزل النهاردة مقالة فيه جريدة اسمها تاليجرف البريطانية بيوضح فيها الصدمة والحيرة يذكروا السعودية معاهم ولا ما يذكروش السعودية معاهم والحقيقة الحيرة دي الكاتب بيشاركك بأسرار تزاع لأول مرة فيما يخص المقاتلة تيمبست والسعودية بس عشان اقولك عليها واكشف لك تفاصيلها لازم اقولك الكصة من الاول كشفت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية عن نية السعودية العمل للاضمام الى كل من بريطانيا اليابان وايطاليا في مشروع بناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس المعروفة بتيمبست اعتبروا السعودية شريكا رئيسيا في برنامج المقاتلات قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو تشينج مي حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عمالية تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي اعوز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى بوتكس مش بوتكس كل اللي انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيبوا الحلوات كلابات بتاعهم اسفل الفيديو لو حانت تابع معا نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعوه فيما يخص المقاتلة تامبست الموضوع كله ابتدم ليه بص يا سيدي دلوقتي اوروبا اللي هتمتلك مقاتلة جيل سادس يعني يعني خلي بالك في دلوقتي مقاتلات من الجيل الرابع ودي الاكفر انتشارا ودي موجودة في اوروبا في مقاتلة جيل الرابع اسمها اليوروفايتر تايفون ومقاتلة فرنسية اسمها الرافعل دول مقاتلات الجيل الرابع في اوروبا بس اوروبا حاليا ما عندهاش مقاتلة من الجيل الخامس خالص ما عندهاش اللي بيمتلك مقاتلات من الجيل الخامس هي امريكا اللي عندها مقاتلة اللي هي F22 رابتر و F35 وروسيا اللي عندها السخوي 57 والصين اللي عندها مقاتلة من الجيل الخامس والحقيقة اوروبا حاسها بتأخر في الموضوع خاصة ان في حرب روسيا واوكرانيا شغالة فحاسين ان مقاتلات الجيل الخامس يعني ما يفعش ان هم يبتدوا فيها دلوقتي خلاص الموضوع سبقهم وامريكا الرادي عندها مقاتلات الجيل الخامس وانت شايف الدنيا ماشية ازاي فلو حبوا ان هم يبتدوا في انتاج مقاتلة جيل خامس هتاخد على اقل على اقل خمس سنين فقالك بدلا من ابتدي في مقاتلة جيل خامس هنبتدي مقاتلة جيل سادس طب مين اكتر دول كانت متحمسة لحاجة زي كده هي ايطاليا على فكرة ايطاليا عندهم شكل اقتصادية ضخمة جدا بس برغم كده عندهم هوس المقاتلات فايطاليا كانت هتشتجل على مقاتلة جيل سادس لوحدها وقالت والله انا هشتغل على المشروع ده وبعدين قالت لا انا مش ماشية في الموضوع ده كويس قوي فطلع قائد الكوات الجوية الايطالية وسافر اليابان في محادثات مع اليابان ان ايطاليا واليابان يشتغلوا مع بعض في انتاج مقاتلة جيل سادس جيل سادس يتم الكشف عنه بعد بقى خمس سنين ست سنين بس ايطاليا واليابان هيشتركوا في مقاتلة جيل سادس وما سموهاش حد لحد ما ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني تلع قال ان انجلترا مهتمية جدا انها تخش في مشروع تامبست والحقيقة ان ايطاليا كانت بتفكر في السويد بس لما لقت بريطانيا دخلت اتشجعت جدا لان بريطانيا عندها خبرة كبيرة جدا في مقاتلات فبريطانيا هي تالت عضو في فريق تيم تامبست نحن أصف مقطقة بزيارة طواليا نحن مقاطع بذلك نحن عددد من كاليا than the world that has the capability to build technologically advance fighter aircraft That's important because it means we can keep the country safe from the new threats we face It also adds billions to our economy and supports tens of thousands of jobs across the country لو خدت بها لك تلاقي دول كبرة في أوروبا مش موجودة زي فرنسا مش موجودة في الفريدة زي ألمانيا مش موجودة في فريدة والسويد قايت لك هندرس الوضع ونرد عليكم ليه؟ لأن شركة جريفن السويدية لسه ياخد عقد بإنتاج مقاتلة جديدة من الحكومة السويدية فتقريبا كده هي يعني منشغلة شوية ومش عاوزة تشارك حد السويد نكحة جدا في المقاتلة بتاعتها دي وجهة نظرهم يعني إن المقاتلة جريفن دي محققة نجاحات بالنسبة للسويد فمش حاوزين إن هم يشاركوا أو يخشوا في تيم تمبست بشكل كبير فظلت إن إنجلترا وإيطاليا واليابان بيشتركوا في مقاتلة جيل سادس هتبقى جديدة تماما وممكن يتم إطلاقها مع مقاتلة الجيل السادس الأمريكي ماشي؟ على فكرة مقاتلة الجيل السادس الأمريكي اسمها أنجاد مقاتلة هتبقى كبيرة جدا أعلن الجيش الأمريكي أنه سيحسم المنافسة بين الشركات الأمريكية على تنفيذ مقاتلة الجيل السادس الجديدة خلال العام المقبل مقاتلة الهيمنة الجوية الجديدة والمعروفة باسم أنجاد ستحل محل مقاتلات F22 Raptor التي تخدم بالجيش الأمريكي منذ عام 2005 هدي جي تقول لي طب هو إيه فرق بين مقاتلة الجيل الخامس ومقاتلات الجيل السادس هقولك بشكل بسيط كده يعني حاجة مبسطة جدا بص مقاتلات الجيل الخامس المفروض فيها تكنولوجيا أعلى بكتير جدا من مقاتلات الجيل الرابط وبيتغطي مسافات أبعد من مقاتلات الجيل الرابط ومفروض إنها بتشيل سواريخ وحمولة قوية مش شرط قوية إنها حمولة تقيلة بس حمولة قوية إنها تعرف إنها تشيل سواريخ هايبر سونيك مثلا أو سواريخ فارت صوتية يصعب التقاطها أكتر بكتير من مقاتلات الجيل الرابط بشكل كبير جدا يعني F35 مثلا والF22 Raptor يصعب جدا التقاطهم بالرادارات عن الرفال واليورو فايتر اليورو فايتر حتلقته كده بالنسبة لأنزمة الدفاع الجوي مقابل طيارات الجيل الخامس بس وديك شايفة فطيارات الجيل السادس بقى؟ لا أولئا طيارات الجيل السادس بيتكلموا إنها شتبقى مقاتلات طيارات بدون طيار يعني أه حطير لوحدها فع Bears نفسكتين نسخة طيارات بدون طيار ونسخة بيكودها طيار طيب النسخة اللي بيكودها طيار فى مقاتلات الجيل السادس دي هتكون عاملة زاي؟ هيبقى الطيار طالع وبيقود مش طيارة بيقود سرب هاخد بالك الطيارة المقاتلة الطيار اللي جواها دي هيكون بيتحكم في طيارات جنبه كمان دي مقاتلات الجيل السابس تاني حاجة المقاتلة دي هتطير مسافات أبعد بكتير من اللي بتغطيها مقاتلات الجيل الخامس أبعد خلاص الحمولة بتاعتها أكبر وممكن كمان تشيل أسلحة حديثة اللي طالع إن استحالة استحالة يتم التقاطها نتيجة لصمتها التام مقاتلات الجيل السابس دي هتبقى صمتة تمامة وسرعتها الفائقة عشان كده أوروبا دلوقتي بتتفكر إنها تعمل مقاتلات جيل السابس طيب مين اللي هتم بالموضوع السعودية السعودية عرفت إن تامبست أو العاصفة دي التابعة لإيطاليا وإنجلترا واليابان دخلت مرحلة التانية أو الساكند فيس دايما بيقوله هي بتبقى مراحل بس قوعة تفتكر بمرحلة التانية دي يعني خلاص هينتجوا مقاتلة لا لا لسه قدامها كتير قوي بس دخلت الفيس تو أو المرحلة التانية أول ما السعودية سمعت كده قالت والله أنا عاوز أخش كشفت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية عن نية السعودية العمل للاضمام إلى كل من بريطانيا اليابان وإيطاليا في مشروع بناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس المعروفة بتيم بيست المقال الذي نشرته الصحيفة كشف أيضا أن بريطانيا أكدت أن السعودية شريك رئيسي في برنامج المقاتلات نزل كاتب اسمه إيه؟ اسمه جيريمي ورنر جيريمي ورنر هو فائز بعدة جوازة وراجل يعني من الكتاب المفروض أنهم قويسين في جريد تاليجراف هو تمالي بيكتب في الدالي تاليجراف ومن الكتاب المتميزين عنده الراجل كان صريح جدا قال يا جماعة لو السعودية عاستخش في الصفقة دي دي هتبقى صفقة تاريخية ينما هتبقى صفقة حلاك للمقاتلة دي ليه عام؟ قال لك بص خد بالك أن وليه لعد سعودي ده معلش يمشي مع الكاتب يعني ممكن يكون أجرسف شوية أو عنيف شوية بس خد بالك من قال لك وليه لعد سعودي؟ الراجل مش سهل الراجل فرض عليه أن هو يواجه الغرب كلهم في نفس الوقت أن التهمة بتاعت قتل جمال خاشوجي دي تهمة تم إلصاقها بيه واضطر أن هو يواجه الغرب كلهم ماشي؟ فالراجل بعد ما الغرب اتهمه بتهمة جمال خاشوجي الراجل خد قرار أن هو يشن حرب اليمن فبيواجه الغرب بكل عنفوان وبرغم كده وليه لعد سعودي ما استخباش ده واجهه واجه الغرب كله وواجه غضب الغرب بشكل كبير جدا هو دعوات حول الإنسان وكلام ده كله وليه لعد سعودي كان قوي جدا وحازم في مواجهة كل الدعوات الغربية والحرب الاعلامية الشارسة اللي تم شنها على السعودية وعلى ولية العهد وعاوز أقول لك أن من ضمن شجاعة ولية العهد أن هو كان بيشتغل في ظل الضغوط الغربية القوية جدا عليه فالكاتب بيحذر أن أنت قدام الراجل مش سهل الراجل قدر يواجه الغرب كله بعزم ما فيه وهو ما كانش قوي زي ده الوقتي لأن خلي بالك وليه لعد سعودي ده الوقتي أو السعودية أقوى بكتير من أيام قضية كامير فالراجل بيحذر ويقول لك خد بالك أنت هتخش مع واحد مش سهل هتدخله فريق بتاعك خد بالك من حيث ده تاني حاجة الراجل متفائل ويقول لك خد بالك أن العلاقات السعودية البريطانية مشهود لها على مدارة تاريخ أنها بتاعت الصفاقات الكبرى إيه الصفاقات الكبرى؟ قال لك على فكرة السعودية 1985 وقعت اتفاقية مع بريطانيا تسمى باتفاقية دفاعية اليمامة أو اتفاقية اليمامة الدفاعية ايه اتفاقية اليمامة الدفاعية دي؟ السعودية هتشتري أحدث مقاتلات في الجيل ده من بريطانيا اسمها التورنيدو واللأس التورنيدو دي كانت طيارات بريطانية كانت الأحدث في الوقت ده السعودية اشتريتها مقابل دي مقابل 43 مليار دولار والصفاقة دي صفاقة ضحمة جدا مش بسبب أنها 43 مليار دولار لا بسبب الرشاوي اللي خدت البريطانيين مقابل الصفاقة دي يعني السعودية دفعت لوزارة الدفاع البريطانية 43 بس دفعت رشاوي أكتر لان بريطانيين معروفين ان هم عندهم مشكلة في صفقات الدفاع في الوقت ده بتاع مارجرد تاتشر فممكن الصفقة تكون عدد 5 مليار أصلي الشفاء ديه ممكن تكون الصفقة عدد 5 مليار بس صفقة اليمامة دي كانت الابرز بين وزارة الدفاع بريطانية او شركة بي ا ا ا سيستم اللي هي بريطانية ووزارة الدفاع السعودية في الوقت ده مش بس كده حصل صفقة تانية ان السعودية اشترت الطيفون يوروفايتر من بريطانيا ووخدت 72 مقاتلة يوروفايتر فالعلاقات السعودية بريطانية معروفة جدا انها صفقات تاريخية دفاعي بريطاني رفيع المستوى ان السعودية هي احدى الشركاء الاستراتيجيين للمملكة المتحدة والدفاع البريطاني حريص على تعميق العمل في برنامج القتال الجوي العالمي واضاف المصدر البريطاني ان بلاده تعتبر السعودية شريكا رئيسيا في برنامج المقاتلات وتعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في اسرع وقت ممكن فرجل بيقول ممكن دي تبقى واحدة منهم صفقة تاريخية وسعودية تخش معاك في المقاتلة الحديثة بس الرجل بيقول في بعض المخاوف الدولة التلاتة خايفين منها ايه هي؟ اولا حاجة بسيطة جدا ان السعودية لو دخلت معاك في المقاتلة دي انت ما ينفعش تتدخل في شان داخل السعودية يعني ايه ينفعش اي دولة من الثلاثة تيجي تقول او تنتقد الوضع الداخلي في السعودية ما ينفعش دي زميلتك في صنع المقاتلة حتبقى نوع من انواع الشراكة الدفاعية قبالك ده مش هتبقى صفقة حدية دي شريكتك بس؟ وانت مش عاوز شريك من الاربعة يقع فانت هتبقى ايه مهتم جدا ان الشريكتك ما ينفعش تحاول اتقادها او تسيق ليها او حاجة دي شغالة معاك في نفس الموضوع وبتصرف زيها زيك هاشي؟ طيب ومشكلة هنا ان اكتر دولة ممكن توجه انتقاد او مخاوف بتاعت الكاتب ان الدولة دي توجه انتقاد هي اليابان قال لك والله اليابان لو شافت حاجة ممكن تحب تنتقد السعودية مش تعرف تيمبست شغال ماشي طب ايه مخاوف التانية؟ قال لك مخاوف التانية ان يا باشا نفس مخاوف امريكا مع الامارات ممكن تبقى نفس مخاوف الدول التلاتة مع السعودية اللي هي ايه؟ اللي هي ان الامارات وقعت على اتفاية ابراهيم في مقابل انها تحصل على المقاتلة F-35 ما حصلش ليه؟ لان امريكا جات في اكل لحظة وتخوفت من علاقة الامارات بالصيل وان علاقة الامارات بالصين كوية فات خوفت ان الامارات لو حصل خلاف مع الامريكان يعني ممكن تسرب التكنولوجيا دي للصين وتسربها مش عن طريق عبد هي تسبح بس البعض المسؤولين الصينيين للا اي مناورة زي اللي حتحصل بعد كام يوم دي بين الامارات والصين مسؤولين الصينيين يطلعوا على المقاتلة دي وشكرا الصينيين مش عايزين اطلعوا من كده فامريكا تخوفت من ارسال المقاتلة F-35 للامارات فما الجيش انت كبريطانيا وايطاليا واليابان يهدو المقاتلة بتاعت الجيل السادس للصين عن طريق السعودية لان خلي بالك في الدول الاعضاء الاربعة لو السعودية دخلت معاهم هتبقى السعودية اكتر دولة واكتر عضو بيتمتع بعلاقات عسكرية مع الصين اكتر من اي دولة تاني فخد بالك ان السعودية لو دخلت هيبقى في مخاوف من ان الاسرار اللي انت هتستثمر فيها لمدة ست سنين التكنولوجيا اللي هتستثمر فيها لمدة ست سنين الصين هتخدها على طبق جاهز وخلي بالك وبرضه هو بيقولك خلي بالك ان الصين عندها هواية في ركوب التكنولوجيا يعني ايه؟ يعني الصين تقريبا كده كل سلاح الجو بتاعها سرقا من امريكا ومعدلة عليه بيختاركوا او الهاكرز الصينيين بيختاركوا برنامج صنع المقاتلات يسرقوه وينشئوا المقاتلات ويعدلوا عليه ماشي؟ فالراجل بيقولك دي هواية صينية وخلي بالك ان الصينيين موجودين في سعودية اصلا فانت كده بتخاطر ان البرنامج ده ممكن يفشل من قبل ما يطلع وفشلوا هنا مش ان هو ينهار فشلوا ان تبقى الصين هي اللي معاك مش صادية ده الكاتب هو بيقول كده فاخد بالك تالت حاجة قالك ان تالت عضو ده هو مشكلة لان ايطاليا وبريطانيا حتى لو شافوا ان هم معندوش مشكلة ان التكنولوجيا دي تبقى في خطر مع الصين اليابان مش هتسمعها لان اليابان عندها عداء مع الصين واليابان مش هتحط التكنولوجيا وافضل تكنولوجيا عندها في المشروع وتشوف ان هو معرض الاختراك من قبل الصين صحيفة يابانية قالت بان البلدين سيتفقاني على تطوير مشترك لصاروخ اعتراضي لمواجهة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت اما الهدف والغاية فهو استهداف الاسلحة المصممة لتفادي الدفاعات المضادة للصواريخ الفاليستية الحالية والتي تطورها كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية فاكيد اكيد اليابان مش هتحط افضل تكنولوجيا عندها وحيبقى الموضوع معرض لكلة الكفاءة كلي بيعلك انا بقولك اللي انا فهمته من المقالة مش نصيا يعني فالراجل متخوف من كده خيرا وليس اخيرا هو شايف ان انت كده بتحط التكنولوجيا بتاعتك في السعودية وبتشارك مع دولة عربية ودي اول مرة تحصل ان يتم صنع مقاتلة اوروبية يابانية بدعم عربي ما حصلتش ما تشافتش بلكده خاصة لو مقاتلك جين سادس اخر نقطة قالك السعودية مهتمية بالمقاتلة لسبب غير واضح وهي ايه؟ وهي ان السعودية شايفة ان تيم تيمبس ده ملائم جدا لطلباتها لان المانيا مش موجودة ليه؟ لان لما حصلت قضية خاشوكجي تاعت جمال خاشوكجي المانيا قد ابرز دولة تفرض عقوبات على السعودية ومنعت ارسال اسلحة للسعودية ماشي عكس بريطانيا بريطانيا ظاهريا فرضت بتعمس تحت الترابيزة شاكرين زي فول وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حضر المانيا تصدير الاسلحة الذي يستهدف المملكة واصفا القرار بالخاطئ واكد الجبير ان المملكة لا تحتاج الى معدات عسكرية فالمانيا مش موجودة في النظام ده فالسعودية متحمسة قلت لك كبريطانيا وايطاليا الدنيا حلو واليامان برضو في ايدينا وبتاع فالسعودية متحمسة لان التلات دول دول السعودية عندها كلام معاهم عندهمش مشكلة خالص طيب الراجل بيقول دول المخاوف ودول اسباب كتير قوي تخليك ترفض اندوام السعودية لتيم تامبست او فريق صناعة تامبست بس الراجل بيقولك خليك واقعي هتدخل السعودية ليه؟ لان لو بصيت كده هتلاقي ان في عز قضية جمال خاشوكجي الشركة بتاعت تاني بلير اللي هو رئيس وزراء بريطانيا السابق كانت لسه بتدي استشارات لولي العادة السعودية في ظل ان اوروبا كلها والغرب قلب على والي العادة السعودية تاني بلير وشركته بيشتغلوا مع والي العادة السعودية من غير اي حاجة ولما سألوا تاني بلير قالوا له انت ازاي بتشتغل مع والي العادة السعودية والراجل ده موجه له اتهمات كتيرة جدا قالهم انا بقدم خدمات وانا شايف انه ده افضل وقت ان انت تشير او تنصح وليه العادة السعودية قالت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية ان رئيس الوزراء السابق توني بلير وقع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بحوالي 12 مليون دولار لتقديم استشارات للحكومة السعودية ووقعت الحكومة السعودية الاتفاق مع معهد التغيير العالمي التابع لبلير لمساعدة ولي العهد محمد بن سلمان على تنفيذ رؤيته 2030 للمملكة المتحدث باسم المعهد لم ينفي تلقي الاموال تحت بنتبرع الراجل بيقولك كلام توني بلير ان هو ينصح وليه العادة السعودية ويشير على وليه العادة السعودية بدل ما توني بلير ينصح بها شركته ويجي حد تاني يشير على وليه العادة السعودية وهي الصين او روسيا وراجل بيقولك لو خدت كلام توني بلير هتلاقيه مبدأ رخيص هو بيقولك كده مبدأ رخيص بس واقعي انت قدام دولة كويه والدولة دي لازم تعرف ان خيوطها مع امريكا بتتقطع واحدة واحدة ولازم تعرف ان الدولة دي تبقى معاك احسن ما تكون عليك او احسن ما تكون مع المحورات تاني خلناك كلام قالك توني بلير ده رخيص بس عنده مبدأ واش شاو قالك عنده مبدأ صحة كلامه صحة او هو شايفه كده والراجل بيقولك اخر حاجة يعني عشان نبقى صرح مع بعض انت عاوز فلوس هل يبقى لك صنع مقاتلة زي دي هيتكلف مبالغ مهولة ومش برنامج سهل في ظل ان بريطانيا النهاردة صحيح التدخم نزل فيها عند 6% او 6.5% بس مش ده مؤشر على ان التدخم في بريطانيا انتهى بالعكس ده بريطانيا معارضة للركود حاد جدا والنظام المالي في بريطانيا مش احسن حاجة مش احسن حاجة خالص فقالك ما تقعدش يعني ايه تتعنتزوا بتاع انت في حاجة للبروس ولما تم توقيع اتفاية اليمامة شوف كم الاموال اللي تدفقت على منظومة الدفاع في بريطانيا واللي كانت سهمت في خلق عدد من الوظائف كتير جدا وده برضو اللي حيسان في الوقت ده ان انت في حاجة مسا للاموال من السعودية ان انت دخلها في برنامج دفاعي اللقطة دي لو اتعملت ان السعودية دخلت في برنامج دفاعي لصنع مقاتلة جيل سادس دي هتبقى نقلة نوعية ليه؟ لان ابرز عدو حتى لو انت تصلحت معايا ايران تتفوق على السعودية بالمسايرات بتاعتها وحتى لو السعودية راحل تركيا عشان تجيب منها طائرات باير اقدار وتصنعها عندها ده مش حل لان ما زالت ايران بتتميز بالمسايرات اللي هي شاهد 136 والجيران وكلام ده كله اللي روسيا بتستخدمها في قصف اوكرانيا في اكيد السعودية عاوزة حاجة تسبق بيها ايران وهي مقاتلة الجيل السادس هو الحل الوحيد لان انت تسبق ايران بس دي هتقول لأول مرة ان دولة عربية تشارك في برنامج دفاعي وهتصبح السعودية متغلغلة في كل حاجة داخل اوروبا والراجل بيقولك لو انت شايف ان امريكا هتعرض حاجة زي كده او خطوة زي كده لأ لان السعودية والامارات داخلين يشتروا رقائق نيفادا وحابة اشرح الحلقة تانية رقائق نيفادا دي اللي السعودية عمالها تشتريها وامريكا مش معارضة حاجة زي كده وسعودية بتشتري رقائق نيفادا دي او نيفادا تشيبس من مبرمجين صينيين اصلا كانوا محظور ان هما يشتغلوا في امريكا بعد كده يعني هما كان شغالين في امريكا وامريكا طردته فالمبرمجين الصينيين دول محظور ان هما يشتغلوا في امريكا وسعودية بتشتري رقائق نيفادا وبتطور الزكاء الصناعي اللي عندها برغم كده امريكا ساكتة ممنعتش حاجة زي كده فما تعتقدش ان امريكا تعارض انه سعادية تخش في برنامج دفاعي من الجيل السادس او مقاتلة من الجيل السادس لان اكيد اكيد في الاخر ممكن تخدم المصالح الامريكية انه مقاتلة دي تنضم تجاه الروس او ده اعتقادهم يعني هنشوف في الاخر اللي هيحصل يا رب وكنش احل لكن ما ضابش اكلم بسط ويا رب انسو المصر رب انسو العرب تحية مصر سلام تحية مصر تحية مصر تحية مصر يا محروصة بسيف شاطر واسف حارس عليك يا مين ومن فوق السمة السبة حميك يا رب العالمين شكرا